بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 125 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من أحكام الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن بعض أحكام الوصايا أن أقول وبالله التوفيق الوصية لغة معفوذة من وصيت الشيء إذا وصلتم سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو بعبارة أخرى هي التبرع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وأجمع العلماء على جوازها والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة فتكون واجبة لأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها إثباتات لألا تضيع على أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل ثوابه إليه بعد وفاته فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من نطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من تصح منه الوصية تصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث فقد رؤي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة لأن ما زاد على الثلث حق لهم فإذا أجاز الزيادة عليه صح لالك ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وله شواهد وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الأمة عليه وذكر الشافعي أنه متواتر فقال وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عما لقوه من أهل العلم إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنها تصح لأن الحق لهم وتعتبر صحة إجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت تلك الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاة ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج بقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الآية والخير هو المال الكثير عرفا فتُكْرَهُ وَصِيَّةٌ فَتُكْرَهُ وَصِيَّةٌ فَتُكْرَهُ وَصِيَّةٌ قَلِيلٌ ووارثه محتاج لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه إنك أنتذر ورثتك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس وقال علي لرجل إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا وإذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به لقوله تعالى غير مضار وفي الحديث إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قوله غير مضار أن يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وزوه الضرار كان يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوصية والدين المذكورين في الآية فهو قيد لهما فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه انتهى كلام الشوكان رحمه الله أيها المستمعون الكرام نعيدكم في الحلقة التالية إن شاء الله مواصلة الحديث في موضوع أحكام وصايا فإلى مثل ذلك الحين من الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر